بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإحساس ده يا أخي الكريم أكيد أنت مرد بي قبل كده عارفي هو أنك إنت لما تيجي تنام وخلاص طفيت النور بتاعك تحس أن جسمك ارتج فرشفة جديدة جدا أو تحس كأن بتقع على ظهرك زي مثلا على سبيل المثال أن تكون والدتك مسيئة البيت أو أن هي غسلة البيت ويكون في ميا وتيجي كده تحس أنك إنت بتقع نفس الشعور ده بتحس به أثناء خلودك للنوم خصوصا قبل معينك تروح في النوم بلحظات بسيطة عارف الإحساس ده معناه يا أخي الكريم معناه أن في عيون كانت متجمعة حوالين جسمك وبتحاول أن هي تختارك الجسد لكن سبحان الله عليك حافظ من الله عز وجل فبيصد الجن وربنا سبحانه وتعالى وضح ذلينا في الكوران الكريم كالذي يتخبطه الشيطان من المس فده دليل عبارة عن مسك إذا بيجي الشيطان يمسك وبيحاول أنه يختارك الجسد فيصعك الشيطان وعايزك تعرف أن الحالة دي بتجيلك في ثلاث حالات الشيء الأول أنك أنت ربما تكون نايم مكتئب أو حزين حزن جديد جدا حاول يا أخي الكريم تبتعد عن الحزن نهائيا قبل النوم عشان ما تمرش بالشيء ده لأن لربما أنك أنت يعني سبحان الله تصبح عرضة لأذى الجن ويصبح الشيطان قادر على أنه يختارك جسدك الأمر الثاني يا أخي الكريم حاول قدر الإمكان أنك أنت تقرأ أسكار النوم أو تمسح الفرش بتاعك لربما أنك أنت نمت على شيطان لربما أنك أنت مثلا أزيت شيطان وأنت جاي تنام فيحاول أنه ينتج منك أثناء نومك وأعرف أن الأمور دي كلها بتحصل وفي ناس كتير جدا بتتعرض للمواقف دي وزي ما قلت لك ربما أنك أنت تكون مرت بالمواقف ده الأمر الثالث يا أخي الكريم وده المهم حاول قدر الإمكان أنك أنت تتوضى لأن الحالة دي ما بتجيش غالبا إلا للإنسان اللي بيكون عنده شبهة جنابة بمعنى إيه؟ في صفر أو شيء فيقول لك كلمتين حلوين فيحصل لك موضوع من الإثار أو أنت كذلك تكون مكلم خطبتك فيحصل لك موضوع من الإثار أو أنك أنت تكون مشاهد حاجة فيحصل عندك شيء من الإثار فتيجي تنام وإنت مش على وضوء ويحصل لك المواقف ده والله لو أنت كنت بنفس الحالات اللي أنا ذكرتها ديت خصوصا موضوع الوضوء ده أنك أنت تكون مكلم حد أو أنك أنت يكون عندك موضوع أو شيء من الإثار وجدت نام أعرف أنه هيحصل لك المواقف ده شيء ده حصل معك فعلا في نفس الحالة اللي انا قلت لك عليها انك انت يكون عندك شيء من الاثارة او يكون عندك شبهة جنابة ونمت بدون ما تتوضأ او حتى انك انت تكرأ اسكارك لذلك يا اخي الكريم حاول انك انت تحصل نفسك ولو مرد بالتجربة اللي انا ذكرتها لك دية ياريت تضع علينا كومنت اسفل فيديو عشان كل متابعينا في قناة تفسير الاحنام يستفيدوا منها وعلى فكرة فضل الله عز وجل يعد انا اول من تكلمت في الموضوع ده لقاطب تحياتنا اخوك يوسف احمد اراكم في حلقة اخرى ان شاء الرحمن بتنساش لو عجبك المقطع ده انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام دمتم في حفظ الله واراكم الحلقة الجاية ان شاء الرحمن السلام عليكم